رياض ومدارس الوطن العربي الصف الثالث مادة الرياضيات درس الأنماط نشاهد يا ثالث أحمد أثناء سيره على الرصيف لاحظ أن طرفه ملون بلونين الأصفر والأسود وفي أثناء سيره بدأ يعد أصفر أسود أصفر أسود لاحظ أن الألوان مرتب بنفس الترتيب أصفر ثم أسود أصفر ثم أسود ترتيب الألوان بهذه الطريقة يا ثالث يسمى نمط لكن تكرار الأسود والأصفر بنفس الترتيب يسمى قاعدة النمط أو وحدة النمط إذن النمط هو تكرار الأشياء وفق قاعدة أو وحدة معينة مثل ترتيب الألوان على كل الرصيف قاعدة النمط أو وحدة النمط هي الأشياء التي تتكرر بنفس الترتيب مثل تكرار اللونين الأصفر والأسود على الرصيف والآن لاحظ الأنماط الموجودة أمامك المجموعة الأولى كروي مكعب استوانة كروي مكعب استوانة كروي مكعب استوانة ما هي وحدة النمط التي تكررت؟ أحسنتم كروي مكعب استوانة نضع حولها دائرة وهذه وحدة النمط المجموعة الثانية دائرة مربع دائرة مربع دائرة مربع دائرة مربع وحدة النمط التي تكررت دائرة مربع المجموعة الثالثة متوازي مستطيلات أخضر متوازي مستطيلات أزرق أو نقول متوازي مستطيلات كبير صغير كبير صغير وحدة النمط متوازي مستطيلات كبير متوازي مستطيلات صغير المجموعة الأخيرة وحدة النمط نجمة زهرية زرقاء صفراء إذن هكذا نكون قد حددنا وحدة النمط ولاحظ أنها تكررت بنفس الترتيب أيضا نستطيع أن نصف النمط بشكل لفظي أي بالكلمات أقول مخروط مخروط كرة مخروط مخروط كرة مخروط مخروط كرة النمط مخروط مخروط كرة هكذا عبرنا عنه بالكلمات النمط الثاني سهمين للأسفل سهم للأعلى سهمين للأسفل سهم للأعلى سهمين للأسفل سهم للأعلى إذن النمط سهمين للأسفل سهم للأعلى وهكذا نكون عبرنا عن النمط بالكلمات الآن ستتعلم كيف تستطيع أن تجد الخطأ في النمط وتصوب الخطأ لتجد الخطأ يجب أولا أن تحدد وحدة النمط لاحظ النمط الذي أمامك أولا نحدد وحدة النمط وحدة النمط هنا أخضر أزرق برتقالي إذن الخطأ أزرق ثم أخضر الصواب أخضر ثم أزرق لتصبح وحدة النمط أخضر أزرق برتقالي لاحظ النمط الثاني أولا يجب أن نحدد وحدة النمط مبتسم مبتسم حزين مبتسم مبتسم حزين مبتسم حزين مبتسم 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 حزين إذن وحدة النمط مبتسم مبتسم حزين إذن الخطأ مبتسم حزين مبتسم الصواب مبتسم مبتسم حزين الآن سنتعلم أن نكون أنماط من أشياء معطى لديك هنا مثلث مستطيل ماذا أستطيع أن أكون منه؟ مثلث مستطيل مثلث مستطيل أو مستطيل مثلث مثلث مستطيل مثلث مثلث تستطيع يا ثالث أن تكون أنماط أخرى غيرهم باستخدام المثلث والمستطيل